موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار الأخيرة من قناة السعودية البداية بالعنوين موسيقى أمام خادم الحرمين الشريفين سمو وزير الرياضة ووزير السياحة والاستثمار يؤدون القسل موسيقى خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس الموريتانيا ويعقدان جلسة المباحثات الرسمية ويشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم موسيقى سمو ولي العهد يلتقي مستشارا ملك المغرب موسيقى تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم أصحاب السمو والمعالي الوزراء الذين صدرت الأوامر الملكية بتعينهم في مناصبهم الجديدة سيدي خادم الحرمين الشريفين نستعدنكم بأن يتشرف بأداء القسم أمامكم حفظكم الله أصحاب السمو والمعالي الوزراء الذين صدرت أوامركم الكريمة بتعينهم في مناصبهم الجديدة وهم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فاصل بن عبد العزيز وزيرا للرياضة بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم لمليكي وبلادي وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب وزيرا للسياحة بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم مليكي وبلادي وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص معالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزيرا للاستثمار بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم لمليكي وبلادي وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص ثم تشرفوا بالسلام على خادم الحرمين الشريفين واستمعوا إلى توجيهاته أيده الله حضر أداء القسم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ورئيس الديوان الملكي الأستاذ فهد العيسى ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم السالم استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية كما كان في استقبال فخامته صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياضة وقد أجريت لفخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية مراسم استقبال رسمية حيث عزف السلامان الوطني للبلدين بعد ذلك أصافح فخامة الرئيس الموريتاني مستقبليه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متع بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ومستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز ومستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبد العزيز بن سطان بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية وأصحاب المعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس الموريتاني عقب ذلك صاحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أهل سعود فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى صالة الاستقبال الرئيسة في الديوان الملكي حيث صافح فخامته أصحاب السمو الأمراء وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدوبة غداء تكريما لفخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية حضر الاستقبال والمأدوبة صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير بندر بن عبد الله بن عبد الرحمن وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن عبد العزيز بن سعود وصاحب السمو الأمير الدكتور عبد الرحمن بن سعود الكبير وصاحب السمو الأمير متعب بن ثنيان بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن مشاري بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير السعود بن عبد الله بن ثنيان وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير تركي بن فهد بن جلوي وصاحب السمو الأمير عبد العزيز بن فهد بن سعد وصاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن المحافظة الدرعية وصاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد المستشار في الديوان الملكي وصاحب السمو الأمير السعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير نواف بن سعد بن عبدالله وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبد الرحمن ابن بندر ابن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير نايف ابن سلطان ابن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد ابن عبد الرحمن ابن عبد العزيز نائب وأمير منطقة الرياضة وصاحب السمو الملكي الأمير بندر ابن فيصل ابن بندر ابن عبد العزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور السعود ابن عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبد العزيز هذا وقد عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية وتم خلال المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات وبخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة حضر المباحثات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياضة وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار وخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصان بن سعيد الوزير المرافق ووزير المالية الأستاذ محمد الجدعان ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد قطان وأستفير وخادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية المريتانية الدكتور هزاع طيري كما حضرها الوفد المرافق لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية كما شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية توقيع أربع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين حكومتي المملكة والجمهورية الإسلامية الموريتانية فقد تم توقيع اتفاقية البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة ووزارة الصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان في موريتانيا ووزارة الثقافة في المملكة وقعها من الجانب السعودي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد ومن الجانب الموريتاني وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد كما جرى توقيع مذكرة تفاهم في مجال الوظيفة العمومية بين المملكة وموريتانيا وقعها من الجانب السعودي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجعي ومن الجانب الموريتاني وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد وتم توقيع اتفاقية في البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التكوين المهني والفني بين وزارة التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني بالجمهورية الموريتانية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية وقعها من الجانب السعودي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهد ومن الجانب الموريتاني وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المدرية العامة للوثائق الوطنية في الأمانة العامة الموريتانية ودارة الملك عبد العزيز في المملكة وقعها من الجانب السعودي نائب الأمين العام لدارة الملك عبد العزيز عبد الرحمن السدحان ومن الجانب الموريتاني سفير الجمهورية الموريتانية لدى المملكة سيدي عالي ولد سيدي عالي حضر مراسم التوقيع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل ابن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياضة وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار وخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان ووزير المالية الأستاذ محمد الجدعان ووزير الدولة لشؤون الدولة الأفريقية الأستاذ أحمد قطان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية الدكتور هزا عن طيري كما حضرها الوفد المرافق لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصل إلى الرياضة اليوم فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الدموقراطية الشعبية وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياضة وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن عبد العزيز وزير الداخلية الوزير المرافق وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف أمين منطقة الرياضة وسفير المملكة لدى الجزائر عبد العزيز بن إبراهيم العميريني وسفير الجزائر لدى المملكة أحمد عبد الصدوق ومندوب عن المراسم الملكية اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم مع فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية وذلك في مقر إقامته في مدينة الرياضة وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات الصعودية الموريتانية ومجالات التعاون الثنائي خاصة في الجوانب التلموية والاقتصادية إلى جانب بحث عدد من القضايا الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد الوزير المرافق ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي ووزير السياحة رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية لأستاذ أحمد الخطيبة ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية لأستاذ أحمد قطان واسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية دكتور هزاع انطيري كما حضر من الجانب الموريتاني الوفد المرافق لفخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس المجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم مع فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك في مقر إقامته بمدينة الرياضة وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص التعاون المشترك في مختلف المجالات بالإضافة إلى بحث تطورات المستجدات الأقليمية حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية الوزير المرافق وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية ومعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي ومعالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمي لأستاذ أحمد الخطيبة ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية لأستاذ أحمد قطان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبد العزيز العميريني كما حضر من الجانب الجزائري معالي وزير الشؤون الخارجية الصبر بقدوم وسفير الجزائر لدى المملكة أحمد عبد الصدوق كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع معالي مستشار جلالة ملك المغرب السيد فؤاد علي الهمة الذي نقل رسالة شفاوية لسمو ولي العهد من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية كما نقل معالي مستشار لسمو ولي العهد مشاعر المودة والأخوة الصادقة التي يكنها جلالة الملك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو وحفظهم الله كما أكد لسمو الرغبة الجادة لجلالة الملك لتطوير الشراكة المتميزة بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات وسبل تعزيزها وتطويرها فيما عبر سمو ولي العهد عن تحياته وتقديره لجلالته مؤكدا أهمية العلاقات السعودية المغربية وبحث المزيد من فرص الشراكة الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وقد جرى خلال اللقاء التباحث حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك حضر اللقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ خالد العيسى فيما حضر من الجانب المغربي معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بريطة صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي بيان من الديوان الملكي انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز آل سعود وسيصلى عليه إن شاء الله يوم غد الخميس الموافق للثالث من شهر جبل عام 1441 للهجرة بعد صلاة العصر في جامع الإمام ترك بن عبد الله في مدينة الرياضة تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون أكد الدكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأنه لا صحة للتغريدة المزورة المتداولة حول تسجيل إصابة بفايروس كورونا الجديد في الدمام داعيا الجميع إلى التواصل مع مركز 937 في حال وجود أي استفسار عن الفايروس وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية في ختام نشرتنا هذا تذكير بأبرز عنوينها أمام خادم الحرمين الشريفين سمو وزير الرياضة ووزير السياحة والاستثمار يؤدون القسم خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس موريتانيا ويعقدان جسد مباحثات رسمية ويشهدان توقع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم سمو ولي العهد يجتمع بالرئيس الموريتاني سمو ولي العهد يجتمع مع رئيس الجمهورية الجزائرية سمو ولي العهد يلتقي مستشار ملك المغرب شكرا على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة